الأسنان شيء مهم جداً وعالم الأسنان عالم سحر أنا قعدت سنين على موصلت أن لا أنا هعمل أشاعة مقطعية وأنا بخلع درس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل مريض السكر لازم الترقمي بتاعه ينزل ما قلتش أبداً أنه مريض السكر مش هيزرع المشكلة بيتقابلني في التقوين أنه بيجي للعيان قريضي بركب الجهاز الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلاحي العالم فيه تقدم كبير جداً في العقل أسنانها جداً كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من درس ويقول لك أنا عملته على الجذور وطلع خرابه وقعد ينزل في مدة وحصل 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 أبص تبقه الدرس مش موجود أصلاً سيلا خير أخبارك إيه أعمل إيه الحمد لله حشنا والله هو خايف في وريك سنان أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش متديله حجمه هورمون الهبل ده موجود فيك عادي ما مالوش أي علاقة وردوا بتحكوا العقل اللي رايح بسافرتها مش مالوش هناك قد خلعت بالساعد ولا لك لازم الناس يكون عندها منطق إن الدكتور مش تاجر الدكتور بيتارجت نتائج أكتر من المريض نفسه ليه؟ لأن أنا سمعيتي فرحتك موسيقى أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه ومنها الاتمئنان على طلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطب المختار وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية لأن قلة التكلفة ممكن يكون معناها رضاءة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر وده معناه تكاليف مضعفة وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات موسيقى أهلاً بكم طبعاً عالم الأسنان ده عالم مسير جداً آخر حاجة قالتها في الأسنان بحث وطيف جداً أن الأسنان تلمق جيدة وبصحة جيدة ترتبط ارتباط وصيق بالذاكرة القوية يا سلام قالك الزاكرة الفلزية مرتبطة بالأسنان المزبوطة الله حلو وأنا أقول زاكرة تراها كويسة ليه حاجة تانية أنه طبعاً حصلت حاجة غريبة جداً جداً عشان تعرفه ألم السنان ممكن يوصل لإيه شاب أقدم على الانتحار يعني برضو عشان تعرفه أنه يعني مصر فيها خير كتير فيها حاجة كويسة كتير جداً بريطاني في ساعة عنده 38 سنة 38 سنة عنده ألم شديدة في السنان قال له له هنعالجك بس تكلفة العلاج بتاعته كانت عالية جداً جداً ده ولد غلبان جداً والولد دوت يعيني الراجل ده والدته كانت هي اللي بتصرف أو هي يعني مسؤولة عنه المهم قعدت توفر له في القصة فبسبب الألم الشديد هو شوفوا ألم للسنان ممكن يوصل لإيه وعشان أقول لكم أن مصر زي ما قلت لكم فيها حاجات كويسة كتير جداً 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 يعني أنا برجع تاني أقول أن مصر فيها شيء رائع الحاجة الغريبة بقى أنه في مشهير كتير قوي استفادوا من علم التجميد زي جورج كلوني ده تخيلون جورج كلوني هذا الممثل يعني صاحب الشعبية الكبيرة جداً كانت سنانه مش جيدة كان بيكز على سنانه وكانت بيعاني منها اتعالج جداً بنقفلك نفس الكلام برضو كانت عنده مشكلة في سنانه وكان عنده فروقات في السنان جيم كان كان عنده كسر في سنانه وطلع بيه فيلم فعلاً كل دول اتعالجوا او اتزبطت سنانهم واختلفت المواضيع بعد ما تزبطت خصوصاً بقى النجوم اللي هما بيطلعوا كجنات دول اكيد استفادوا استفادة كبيرة جداً النهاردة هنفهم كلام مهم قوي فيما تعلق بالتكنولوجيا المرتبطة بطب الأسنان وقيمة التكنولوجيا وقيمة شيء مهم في طب الأسنان اسمه الحداثة الأكثر حداثة most recent ده بيفيد الناس ازاي؟ صحيح أن الأكثر حداثة ده بيكلف لكن بيفيد بيفيد جداً تعالوا الأول نفهم هذا الكلام من ضيفات العزيزة اللي بتنوري في الناس الحلوة النهاردة وأكيد هنستمتع بحوار ممتع جداً ضيفات العزيزة دكتور إسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان كل الطب جماعة القاهرة مجلسية جراحة الفم والأسنان وصاحب دبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جماعة السي بي أهلاً بيك دكتور إسراء أهلاً بيك دكتور إسراء الله يخليك هل أنا عايز أبدأ قبل ما أبدأ النهاردة حلقة مهمة عن تكنولوجي لكن هسألك سؤال عام التكنولوجي في الأسنان اختلفت اختلاف كبير جداً في 3-4 سنة أخرى جداً يعني إحنا عندنا طب الأسنان في حاجة الواحد يبقاش عرف هي مشكلة ولا هي حل للمشاكل إن إحنا تقريباً كل 5 سنين في أجهزة ما تتصورش إن انت تشوفها في يوم الأيام كل شوية أعمال تحدث في الأجهزة بتاعتك يعني مثلاً في التصوير بتاع السارك أو التصوير الكات كام سلاسي الأبعاد إحنا كنا من الشعر المقطعي لا مش الشعر المقطعي السيتي سكان لا مش السيتي سكان التصوير بتاع فم المريض السلاسي الأبعاد حضرتك مش متصور الكات كام في خلال من 3 إلى 5 سنين الدنيا تغيرت تماماً يعني الأجهزة اللي إحنا ليس نجيبينها من 3 إلى 4 سنين جي دلوقتي طفرة عدتها بقيت تمسك أنت الجهاز دوت والجهاز دوت كأن دوت حاجة ترافية وهو طلع من 3 سنين يا ده كان مكسر الدنيا من 3 سنين طلع اللي بعده إزاي طلع حاجة أحدث حاجة بتصور بقى من على بعد يعني مش لازم أدخل الجهاز كله جوه البقء ممكن أبقى بعيدة شوية وأصور أنت بتتحكم في كل حاجة من الشاشة زي يعني زي اللابتوبات الجديدة أن أنت بتحط إيدك على الشاشة بتتحكم في كل حاجة قبل كده كام كيبورد دلوقتي بقاش بالكيبورد فإنت كل شوية عمال تعمل طفرة دلوقتي كان مثلا الحاجة لو مثلا درس أو صننا فيها حاجة معدنية ما كانش يعرف يصورها دلوقتي بقى يصورها بقى يصور فيديوهات طويلة بيصور بألوان طبيعية كأن أنت فعليا قاعد جوه فم المريض مش بيديك تصور عادي لا ده تصور طبيعي ده كله ده كم سنة ولا حاجة 3 ل 5 سنين مثلا الأشعة المقطعية برضو زادت كنا الأول برضو من 3 ل 5 سنين كنا بنصور الفم بقيت ممكن نصور الجمجمة كلها الدنيا تغيرت بشكل وفعلا التكنولوجي ده بيفيد المريض جدا 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 وإحنا كأطباء أسنا بمواجه مشكلة لا التكنولوجي فعلا غالي مش بيكون بشكل اللي الناس متصوروها فعلا بيبقى مكلف إيه دور الأشعة المقطعية التشفيز؟ لا هي الأشعة المقطعية دورها كبير جدا يعني هو بيصل مثلا لسبعين في المية من دقة التشخيص الأشعة المقطعية فعلا شيء مهم يعني مثلا إنت لو عندك دكتور ساي مثلا قدي بقاله 30 سنة شغال بتوصل آه ممكن أشخص لك كويس جدا 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 من غير أشعة أصلا ولا مقطعية ولا مش مقطعية بس هيبقى دايما تشخيصي مش متأكدة منه لازم أو ممكن يطلع لك حاجة كده ما تتصورهاش ما ينفعش تشتغل بيها حتى لو قدامك واحد 30 سنة أو أكبر من 30 سنة لازم الكلام ده يكون documented ما ينفعش تعتمد على عينك ممكن عينك تخونك رغم أن أنت وقت طويل شغال نفس الشغلانة ديت وخبرتك إلى حد كبير يعني ريتش مش يعني برضو مش عادي بس لازم تعتمد على documentation لازم كلامك ده يكون ماشي بأشعة لازم لما تقول مثلا أنا عندي هنا العظم قليل أنا يعني أنت ممكن بعينك وبإيدك تحيص العظم قليل ولا كتير تسيجي تبص في الأشعة المقطعية تلاقيه لأ جوة المسموح بيه أن أنت تزرع كل ما أنت دخلت في الأشعة المقطعية كل ما خدت دقة أكتر كل ما دخلت كل ما خدت نسبة نجاح أعلى فالأشعة المقطعية دي حاجة مهمة وفيه ناس عندهم حاجة معتقد غلط والناس مش قادرة تستعبن هم بيضيعوا وقتهم وبيضيعوا فلوسهم كل ما واحد يجي عايز يعمل زراعة يعمل أشعة بانوراما ملهاش أي استخدام علشان تعمل زراعة أنت محتاج تقيس العظم وتقيس كسفته وتقيس بعد أول vital structure هيقابلك أو أي عضو مهم هيقابلك زي العصب زي القع الأنف زي أي عضو زي الارتريز أو أي حاجة ممكن تعمل مشكلة للمريض أنت مش هتعرف من غير أشعة مقطعية تقيس الكلام دوت بدقة أنت لو ما قيستوش بدقة أنت ممكن نص من لي وتلاقي العيام منهم سنتين ثلاثة بعد الزراع وممكن يكمل أكتر من كده علشان أنت ما خدتش بالك من حاجة صغيرة جدا علشان اشتغلت على بانوراما ممكن الشغل يعدي وتمشي الدنيا كويسة باي لك لكن هتيجي في مرة تحيس لأ الشغل كله ما طلعش مزبوط للأشعة المقطعية هي اللي بتقولك إمتى تطلع الشغل دوت مية في المية البانوراما هي عينك بس نظرك قوي شوي يعني الواحد اللي بيبص بعينه واحد نظره ستة على ستة واحد أقل لا اعتبر البانوراما بتخلي نظرك ستة على ستة بس لكن أنت كتفاصيل لا يعني البانوراما بتقولك أنت عندك 32 درس تمام عندك حشوات تمام ممكن أبصتها على فكرة أشوفها بعناي عندك خراج طب العيان جاي وعارف أن عنده خراج ووارم وعارف كل حاجة على فكرة هو مش مفاجأة طيب الخراج دوت واصل من فين لفين واخد من كم سنة جنب بعض طيب الخراج دوت فاتح فين أنت ممكن تلاقي جدا كيس فاتح في الأنف طب هتعمل له إيه فالأشعة المقطعية تجيب لك الأبعاد كلها تظهرها كلها لكن البانوراما هي بتبين لك في حياة غريبة في العظم لكن أنت ما عندكش تفاصيل فالناس بتبقى عايزة مثلا تزرع طبرة هعمل أشعة بانوراما كلفت نفسها مشوار وتكلفة طيب يجي بالي الدكتور طب اشتغل عليها مش هينفع والله ما لهاش أي استخدام تبدأ أن أنت تعمل تاني أشعة فالناس عندها تقود أن دي حاجة قد تكون تكليفتها في المراكز الأشعة أقل بس هي حقيقي مش هتفيدك في الزراعة هل ده أبسس ولا سست أنت قدام حاجة صده وخلاص مش هتبين لك حاجة ناس بتألق بارتو بس بعض الناس بتعتقد أن الأشعة المقطعية متنفعش أثناء الحملة بس لا 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 خالص إحنا ممكن نعمل كده بس بنعمله فيه الترايمستر اللي في النص أو الثلاث شهور بتوع الحملة اللي في النص ده عشان بس الأقمن لجا ممكن نعمله في أي وقت وممكن بتلبس السيدة الحامل أبرون بيقفل كل الأشعة من كل الاتجاهات بيبقى زي مريالة أو عباية أو بتقفل كل حاجة فأنت بيبقى عندك الموضوع متأمن يعني المعتقد بتاع الست الحامل ما تروحش الدكتوري الأسنان لحد ما تولد ده معتقد مش صحيح وبرضو المعتقد بتاع الست الوالدة ما بتروحش الدكتوري الأسنان ولا تاخد أدوية علشان ما تقزيش الطفل يبقى أنت كده عندك تسع شهور حمل وسنة على الأقل رضاعة تتكلم فيه سنتين هي مش قادرة تروح لطبيب الأسنان مش منطق حط بقى عليهم مثلا الناس العادية بتخلف طفلين وثلاثة بتعندك أربع أو ست سنين مش هتطعب مستحيل فده معتقد حسب الحالة يعني حسب ما الدكتوري والعلم بيتفق فيه أدوية ممنوعة في الحمل وفيه أدوية مسموحة في الحمل بالضبط كده لكن إن إحنا نقول إن الحامل أو المرضع أبسوليوت ما ينفعش ده كلام ده كلام مش مظبوط خالص لإن أنت كده بتخلي الإنسانة ديت تتألم شهور وسنين بدون ديعي ويطلع بقى من وراها المعتقد بتاع كل طفل بييجي بدرس الجملة دي سمعتها كتير كتير يقولك أصلي أنا سناني تسوست من الحمل أو من كتر الولادات ولا لها علاقة بس هي الفكرة في إيه؟ إن المدام مشت على المعتقدات الشعبية والبروتوكولز الشعبية اللي هو أنا مش هروح للدكتور وأنا حامل ولا هروح وأنا بردع ولا هروح وأنا والدة فتقعد بالمنظر دوات سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة منطقي جدا إن السنان هيحصل فيها أي مشكلة بس بس مش كل عاي اللي بيجي بدرس لا 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 ده معتقد الأشياء المقطعية آمنة لمرضة الغداء الدراقية برضو معتقد مشهوري لمرضة الغداء الدراقية نشطة بالذات اللي عندهم بتاع بيقولك لا اللي بعملش أشياء المقطعية في برضو حاجة اسمها كولر أو اسمها نيك كولر دي بتتلبس في الرقبة علشان تمنع أي حاجة توصل للغداء برضو ما ينفعش نقول إن مريضة الغداء الدراقية مايروحش للدكتور علشان الإشعاع وكده فيش حاجة اسمعها كده كل حاجة والطب بالأسنان بالضبط بالأسنان عداها بتكنولوجي جديد أو بحاجة بحماية أكتر زمان ما كانش فيه الكلام ده لكن دلوقتي بقى موجود وموجود بوفرة وموجود في الأسواق فما ينفعش إن إحنا نقفل على حد فرصة العلاج خالص هروح بقى المنطقة مهمة الأشعاع المقطعية وهي بتتعمل أحياناً فيها مفاجآت يعني إيه مفاجآت؟ وهي العيان شكوته فيجي يعني غمضة كده أو مزيفة مش حقيقية يعني هو بيدعي ألم مفيش ألم أو بيدعي مفيش ألم والألم موجود وعنيف وهو المسكنات هو اللي مضيعة شوي فجي عمل أشعاع مقطعية كنا معتقدين إن الحالة كذا لا الحالة راح اتجاه تاني خالص زي إيه؟ زي إيه؟ زي مثلاً ممكن يجي لك حد بيقولك أنا عايز أقفل فراغ ما بين الأسنان مثلاً ممكن برضو أوريك صورة لحاجة زي كده مثلاً الحالة دي حالة دي من الحالات الجميلة جداً اللي لازم تستوقفك حتى لو كانت خبرتك 30 سنة زي إنت الحالة دي جاي في الفراغ اللي فوق يبين بس والسنة اللي وقفة بجنبها دي جاي بس يعدلها أو يركب لها تربوش أو يخلعها يخفي الشكل المايل دوت عشان مش فاجأة كانت خطبته أو حاجة زي كده بس هو ده كل طلبه فدايماً السست ليه تأثير على الأسنان أو الكيس الدهني أو التجمع الدموي ليه تأثير على الأسنان دايماً لما طبيب الأسنان يشوف الشكل ده لو حضرتك شفت هتلاقي الفراغ دوت قبله وبعده سنان شكلها غريب السنان الالايمنت بتاع غيره طبيعي فيش سنة وقفة كده أبداً مش منطقي والسنة اللي قدام دي اللي هي ناحية خطو نوس دي لبنية إزاي؟ في شاب رايح يخطب فلازم تقلق وتقوله آه فعلاً حاجات غريبة لبنية يعني من هو طفل السنة دي عنده آه آه يتحصل على فكرة كتير عادي فإنت أول حاجة أنا قلت هيعمل أشعة مقطعية فالشاب دوت كان جاي معايا والدته فقالت ليه ومش ليه ده أنا عايز أقفل الفراغ بس ودري معلش اللي لازم أتطمن إيه سبب إن السنان دي تفتح من بعضها كده بص بقى الشكل اللي إحنا لقيني بص الحاجة السودة اللي فوق يمين وكلة الفك قد إيه أنا جايبا لك بس منظر ده كيس ورمي ده أنا أعلله بقى لا هو بص داخل في قاعة الأنفس هو أصلاً قاعة الأنفس شكله تغير وبص يمين وشمال كيس دوني هو داخل يعني بص ده أنا كده مورياك بس الشكل البانوراما إن أنا لو جبت سيتي المشاهد هيحس بصعوبة إن السيتي دي بنعد ندرس فيها شان نعرف نقراها فهيبقى صعبة وريها للمشاهد لإن دي محتاجة دراسة تخيل بقى المنظر دوت إحنا لقيني وإن المفروض الكيس دوت المفروض إنه هو هيتشال لإنه هو من كتر متساب فتح المسافات ما بين السنان وهيكمل هو مش هيسكت وهيكمل وهيدخل في الأنف وهيخلي الجدور دي كلها تتاكل المشكلة بقى في الصدمة وهو دلوقتي عنده فرح وهيروح وهيدخل عمليا فدوت بيعمل مشكلة يعني ليه الناس مثلا لما تلاقي حاجة غريبة ما تروحش تعمل يعني ده الكيس ده مش ممكن يكون موجود أقل من عشر سنين وممكن أكتر ما بقاله سنين أكيد لس الناس أي على فكرة الناس في مصر هنا وفي حيطة تانية كتير بتتحرك في المناسبات لأ بتتحرك بالمسكنات لأ في المناسبات لأ في حالة زي دي بالمناسبات حالة زي دي ما فيش مسكنات فيش عالم دلوقتي لكن هو اتحرك فيه قبل اخطبته هي هتتحرك قبل ما تدخل الجامعة فيه عريس يتقدم فلازم نقفل الفراغات ونعدل السنان لأن فيه عريس ويجوا قبلها مثلا بيومين اللي هو اجري فراحة ده ممكن أساساً يسكتوا على مشاكل في سنانهم ما نشوف الجوازة هتمشي ولا مش هتمشي برضه هنقول للناس معظورة أما الناس فيه ظروف اقتصادية عند بعض الناس بس فيه اهمال عن الناس تانية فيه ناس بتصرف فلوس في الهبل يعني فيه ناس فيه روح تقعد في كافيهات طول الشهر قعدة في كافيهات وخروجات وعزومات ومش عارف ايه يصرف فيه يجوا على سنانهم بيبقلوا أيوة يعني بشوف فعلا كده بحس انه فعلا الموضوع كان مستحق اهتمامه كان ممكن ما يكبرش لو بس وإحنا مع يا ماشين كده عددنا الدكتور يصنان عملنا أشعة بس خلاص لما لايه حاجة غريبة يعني الفراغ وصنان كلها ميلة ومفتاح من بعضها حاجة تستدعي الاهتمام آآ مفاجآت دي آآ دي 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 مفاجآة سيرترايز حتى مفاجآة ليه سيرترايز يعني كنتش عارفة أقوله ازاي احنا شفنا ايه انت جاي تعمل أفنى البتاع بدخل عملية بالزبط كده ممكن برضو أوريك حالات تانية فيها مفاجآت غريبة جدا الأشعة دي شايف فوق كده الدواير السودة اللي موجودة عند خط النص المتفرقات طيب المريض دوت كان جاي بس يغير التربيش اللي قدام بس ده كل الكصة وعنده فراغ فوق شمال برضو عايز يقفله أو يحطله زرعة الموضوع بسيط جينا نفتح لقينا دي حاجة اسمها مالتبول سيست يعني دي كيس اسمها مالتبول سيست سندروم يعني كمية سيست أو أكياس دهنية بقوا كبيرة سيست آه سيست يعني أنا فيه مثلا حالة لستكت عندي قريب من حوالي مثلا شهرين ثلاثة شاب صغير على فكرة مثلا قولي قولي أول التلاتينات مثلا عنده بتاع تمانية سيست بصي هنا بقى لازم يرجع للطب البشري لأنه الجسر العطب ما يملش التكوين السيست بيرفض تكوينها في كتير من الأحوال في حاجة غلط في ملعته آه ووتو أميون لا مش بس في ووتو أميون ممكن يكون منعته فيها حاجة عنده أنينيا عنده سكر مش بيزبط عنده حاجة كرات دم البيضاء عنده بياخد مسكنات قلم كتير أوفة ما أثر عنه وقع في حاجة غلطة بادي رزيستنس يعني برضو بقى انت لما بتعم علاج عصب وحش بيطلع لك ممكن يطلع أسيست أعملت حشوة وحشة ممكن تعمل مشكلة برضو الحاجات ديت وبتاخد وقت يعني ما بتطلعش بعد ده ممكن بعد الحشوة بعشر سنين بعد الحاجات دي برضو بتبقى عامل مساعد ليه كل الناس بتعمل علاج عصب كل الناس بتعمل حشوات ما بجلهاش سستة ليه في بعض الناس بيجي لهم الموضوع ده السستة هو عبارة عن حويصلة زي خراج آه زي خراج بس ما بيبقاش ليه نفس الأعراض مش بيصحل من النوم ليه أعراض كامن كامن ممكن يعني ممكن مثلا واحد عمل حدثة أو تخبط مثلا في أسنان الأمامية أو عمل خبطة في أي مكان في بقه من مثلا عشر خمستاشر عشرين سنة ومش حاسب أي حاجة يجي يصور أشعة تتفاجأ بحاجة خرافية فالموضوع الأشعة مهم وبيفاجئ حتى الدكتور يعني أنا من الناس اللي بيتاميل إن حتى لو أنا مش شايفة حاجة في أسنان المريض بس يعني أكثر أمانا ليه ما عملش فور دوكيومنتيش إن شاء الله مرة كل خمس سنين بس لو أنا مش شايفة فيه أي مشكلة لجا لو فيه مشكلة اللي إحنا عنامت كل سنة يعني حالة زي كده دخلنا في منعطف تاني خالص طيب لو أنت دلوقتي ديب بانورامة بشرح عليه لو قلتلك دلوقتي إيه بعض السست ده ولا هتعرف تجيب بعضه خالص لا يمكن لازم أشع مقطعية تجيب لك الأبعاد التولاتية بتاعته يعني هو واخد من فين لفين علشان فيه مثلا حالات أنا ممكن مدخلش أشيه للسست من برة ممكن أفتح من سقف الحال أقرب لي ليه لإنه هو بيبقى مثلا في الحالة دي متجمع في سقف الحالة لو أنا دخلت من برة هفقد عظم أكبر وياخد وقت أطول في العملية وهحط عظم أكتر لكن أنا لو دخلت من سقف الحال بقت الدنيا أفضل هي نفس الحالة لا شبهها لا مش نفس الحالة بس شبهها شبهها بس أنت ما خدتش بالك بص كده فوق يمين برضو دخلنا في قصة السست المريض ده سنانه ما فيهاش حاجة غير السنتين اللي قدام دولة ما يلينا على بعض شوية عايزين نفردهم نفس القصة برضو سست العيانة عنده إيه ما عندهش أي مشكلة خالص ولا أي مشكلة جاي بس يزبط تربشين عن السنتين أماميتين فدي كلها من المفاجآت بتاعة الأشعة اللي هو وبرضو في حاجة عند الناس برضو غريبة إن إحنا عملنا أشعة وليها طبعا تكلفة فالحمد لله تلت الأشعة إن ما فيش مشكلة المريض يزعل طب أنا عملت أشعة ليه ما أنا كنت كويس وما عنديش مشكلة لأ لما أنا أشوف حاجة شكلها غريبة بس عن فكرة دي عندي قلة من الناس بس بيعلمه في طماغ الواحد يعني أنا فاكر مريض طلبت لامراته تحليل الغضة الدرقية لأنها كبتشيك من إجهاد يا بتشيك من إجهاد فبتالها تحليل الغضة الدرقية ده يعني إجهاد مزمن وزيادة وزن فعلى طول ألف فيه طب بنعمل تحليل الغضة الدرقية طبعا طلعت طبعا طلعت الإجهاد بسبب الأنيميا طبعا ممكن إجهاد عشان هي ست بيت وعندها عيال لا 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 إجهاد مرضي بقا هي بتحكي يعني فوجاها الدكتور فطلعت عندها إيه؟ أنيميا زعل جدا نعمل تلعت تحليل الغضة الدرقية أنت كنفتني تحليل الغضة درقية إيه؟ والله في بعض الناس ملقانين يا طلعت بسطة واخد هل هي بخان كفاية أنا فعلا ببقى يعني أحيانا بحط الدمو خفيف أوه دمو خفيف بس فعلا الناس مش بتبقى مقدرة إن الحمد لله أنا ما طلعش حاجة طب ولو طلع زي العريس اللي راح يخطب بعد يومين جاي بس يعمل تربوش دخل في منحنة آخر بجد بيبقى الموقف بايخ لو طلع حاجة عنده مشكلة فلما نعمل أشعة مقطعية ونلاقي الحمد لله كله كويس نقولي الحمد لله وننسى إن إحنا دفعنا كوست معين في الأشعة دي التكنولوجيا أشعة مقطعية تلعب دور خفيف جدا في عالم الأسنان مثلها يلعب أدوار أخرى مثل الأجهزة الحديثة لما كلمنا أو لما نتكلم النهاردة عن البيزو أو الدنسة دي أجهزة مهمة جدا بتخلي الزراعة أكثر أمانا بتخلي الوضعية بتاعت المريض أكثر استكشافا وده مهم جدا تستكشف المفاجآت التي ربما قد تضر إذا لم نكتشفها وتكون مثل في الأسنان الجملة دي مهمة جدا القنبلة الموقودة تعبير ده في الطب الأسنان وحط عليه أبواب هنامل حلقة اسمها لكمبيلات القنابل الموقودة مقنبلة موقودة سست في أي لحظة ممكن يتحول إلى الحلل التهبية ويخليك ما تمشي الليل فعشان كده لازم نكتشف هذه القنابل الموقودة بالتكنولوجيا الأحدث قبل أن نقوم بأي إجراء في عالم الزراعة وفي عالم طب الأسنان ضيفاتي العزيزة دكتورة إسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان كله الطب أسرعيني ومجلسير جراحة الفم والأسنان والدبلومة الأسبانية لزراعات الأسنان من جماعة سيليا نورتي سيليا دكتور أيمان ده نورك حتة مهمة جدا في عالم طب الأسنان اسمها التكنولوجيا مش حتة قليلة ده دلوقتي هي العالم الأرحب في هذا العالم عالم التكنولوجيا فيه بتفرق جدا جدا لمصلحة المريض خليكم مع ناس الحلو